قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن المواجهات وأضاف بلينكين أن واشنطن لم تطلع بعد على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح التي تقع في جنوب غزة كما أكد وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده تعمل بجدية مع مصر وقطر وإسرائيل لنسد الفجوات المتبقية أمام إبرام اتفاق للمحتجزين وشيرا إلى أن هناك محدثات جارية حاليا بشأن الاتفاق